اجتمع سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض مع السيد يويل راز فوزوف وزير السياحة الإسرائيلي وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها الزياني إلى دولة إسرائيل وجرى خلال الاجتماع بحث تعزيز أطر التعاون السياحي بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل في إطار الحرص على تعزيز مجمل العلاقات في مختلف المجالات وبما يعود بالنفع والنماء على البلدين كما جرى خلال اللقاء بحث أليات زيادة التبادل السياحي بين البلدين من خلال الترويج السياحي المتبادل إضافة إلى وضع ألية دائمة للتعاون في تطوير صناعة السياحة وتبادل الخبرات والتجارب وتبني أحدث التوجهات والمعايير العالمية وقال سعدة الوزير الزياني أن مملكة البحرين ترحب بالسياح من مختلف دول العالم وقد أولت اهتماما خاصا باستقطاب السياح الإسرائيليين في الأونة الأخيرة وكد الزياني أن مملكة البحرين تنظر إلى زيادة التعاون في المجال السياحي بين البحرين وإسرائيل من العديد من الزوايا من بينها أن هذا التعاون في المرحلة الراهنة مهم من أجل تفعيل اتفاقية السلام المتوقعة بين البلدين وكفرصة مواتية لزيادة التقارب بين الشعبين من جانبه أكد وزير السياحة الإسرائيلي أن بنية وبيئة القطاع السياحي في كل من دولة إسرائيل ومملكة البحرين متشابهة إلى حد كبير وهو ما يجعل الفرص والتحديات متشابهة أيضا بين القطاعين منوها بأهمية تعزيز شراكات ثنائية بين مكونات القطاع السياحي الإسرائيلي ونظيراتها في القطاع السياحي البحريني